بعد مفاوضات واجتماعات طالت أشهر عدة بين الأحزاب الرئيسة في كردستان في مقدمتها حزباء الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيان صدر أخيراً أمر أقليمي موقع من رئيس الأقليم نجرفان البارزاني حدد فيه موعد إجراء انتخابات برلمان كردستان وهو يوم العاشر من حزيران من عام 2024 الحالي يأتي تحديد يوم الاقتراع في انتخابات برلمان أقليم كردستان بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية لعليا قراراتها الخاصة بهذه الانتخابات والتي ألغى أحدها مادة متعلقة بكوت المكونات وهم المسيحيون والتركمان والأرمن حيث تم إلغاء أحد عشر مقعداً مخصصاً لهم من أصل 111 مقعداً قرار المحكمة الاتحادية هذا واجه اعتراضاً كبيراً من مكونات الأقليم وهي الكلدانية والآشورية والتركمانية والسريانية وعد ممثلها هذا القرار انقلاباً على الدستور العراقي مطالبين بعدم القبول بما وصفوه بالظلم الذي لحق بهم وبتمثيلهم السياسي أما القرار الثاني فيخص آلية إجراء الانتخابات حيث نص قرار المحكمة الاتحادية العليا على أربع دوائر انتخابية بدلاً من الدائرة الانتخابية الواحدة كما كان متبعاً في القانون السابق ليصبح النص كالآتي يتكون برلمان أقليم كردستان من مئة عضو هذا وبحسب الأمر الانتخابي الأقليمي الصادر من رئاسة الأقليم فإن الجهات المعنية كافة ملزمة بأداء وإنجاز ما يلزم من أجل التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات الاتحادية لغرض تنفيذ الأمر الخاص بانتخابات برلمان أقليم كردستان والذي يكون نافذاً اعتباراً من يوم صدوره في الثالث من آذار أجاري